تقول أحيانا أنه لما أدخل دورة المياه أشعر بأنني أتكلم بكلام سيء يتعلق بالذات الإلهية وذكرت أشياء كثيرة تقول يعني من أين هذا يا أختي أمت الله من اليمن بارك الله فيك أولا لا بد أن يعلم كل مسلم أنه في هذه الدنيا إنما هو في معركة مع الشيطان ذلك أن إبليس عليه لعائن الله المتتابعة قال في الأزل فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ولذلك إبليس أطلق شرارة الحرب والمعركة مع آدم ومع ذريته منذ الأزل ولهذا الله عز وجل حذرنا من الشيطان قال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يقول جل وعلا فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا لابد على كل مسلم أن يفهم هذه القاعدة وأن يفهم هذه القضية أننا في هذه الدنيا مع عدو لا يمكن أبدا مسالمته ولا مهادنته ولا يمكن أبدا الاتفاق معه أو الصلح معه يعني العدو الآدمي الأنسي ممكن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أحيانا العدو الآدم البشري ينقلب إلى حبيب الصديق مع مرر الأيام والصديق قد ينقلب إلى عدو لكن الشيطان هذا لا يمكن أبدا مؤاخاته ولا يمكن أبدا مهادنته فهذا عدو ولهذا ربنا جل وعلا حذرنا من أساليبه وطرقه ومساربه وتلبيساته وشيء من قضاياه يقول جل وعلا إذ زين لهم الشيطان أعمالا قل جل وعلا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور نصوص كثيرة جدا تشرح لنا كيفية يعني أساليب الشيطان هذا الأمر الأول الأمر الثاني يا أمت الله من اليمن الشيطان ما يأتي القلوب الخريبة ولا يأتي الصدور الخريبة يأتي القلوب العامرة وإيش يعمل بالقلوب الخريبة هم كفوه المؤونة يعني أصحاب القلوب القاسية أصحاب القلوب المظلمة والعياد بالله مريحين الشيطان أصلا الشيطان مرتاح منهم العمل مع من مع أصحاب القلوب النظيفة الأصحاب القلوب الطيبة الصافية المخلصة لله عز وجل هذه هي شغلة إبليس هذا هو عمله هذه هي مهمته في أن يفسد على الإنسان ولذلك الشيطان ليس هناك عنده مثل قضية الفوز بقلب الإنسان ما للشيطان يعني قضية كبرى وعظمى وفوز مثل أنه يعني يفرح بها مثل الفوز بقلب الإنسان إذا فاز بقلب يعني سيطر عليه احتوش قلب الإنسان خلاص إذا احتوش قلب وجهه كيف ما شاء لهذا الشيطان يأتي إلى القلوب المؤمنة القلوب الصالحة المسألة الثالثة ربنا جل وعلا أمرنا بكثرة الاستعاذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم قل جل وعلا الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا قل جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله قل جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس ونصوص كثيرة في هذا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا دائما نستعيد بالله تعالى من الشيطان الرجيم عند نومنا وعند يقضتنا وعند خروجنا وعند دخولنا وفي جميع أحوالنا لأننا في معركة كما ذكرت في أول الكلام والجواب مع هذا الشيطان الذي أقسم بعزة الله ليظلن بني آدم ولذلك أخت الفاضلة مهم جدا أن الإنسان ينتبه لهذه القضية ينتبه لهذه القضية مسألة أخرى يعني بالنسبة لك أنت واضح بأن قلبك عامر بإذن الله وأنت على الطريق الصحيح لهذا أتاك وقد أتى الصحابة رضي الله عنهم يعني ليست القضية عندك فقط أنت هو يأتي الناس لكن الناس يختلفون من حيث التعامل والتعاطي مع وسوسة إبليس وسوسة إبليس جاء الصحابة حتى جاء الصحابة في اشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله والله إن أحدنا لا يتمنى أن يتردى من جبل يعني يسقط من جبل على أن لا يفكر في هذا الأمر وفي لفظ حممه يتمنى لو كان حممه يعني فحمه يحترق حتى يكون فحم على أن لا يفكر في هذا الأمر فالنبي عليه الصلاة والسلام بكل هدوء قال أوجدتم ذلك قالوا نعم يا رسول الله قال هذا محظو الإيمان هذا صريح الإيمان يعني هذا دليل على أن هناك إيمان بدليل أن مثلك أنت بكيتي وانزعجتي ورفضتي ولفضتي هذا الكلام دليل على أن القلب عامر لأنه لفض ورفض واستنكر وطرد هذه الوساوس وبكيتي هذا دليل على أن القلب عامر ولله الحمد والمن متى يكون الإنسان قلبه فعلا يعني وصل إلى مرحلة من سيطرة الشيطان عليه لما يتقبل هذه الواردات وهذه الخواطر وهذا التفكير وهذه الوسوسة ويطمئن لها ويسترسل معها ويتجاوب ويتعاطى معها هذا هو الخطر هذا هو الخطر لهذا أخت الفاضلة بارك الله فيك لا بد أن تعلمي بأن هذه يعني مسألة أنا أقول بأن ظاهرة صحية شيء صحي بالنسبة لك واضح أنك أنت أزعجت الشيطان بعبادتك بطاعتك بتوحيدك بإيمانك بتعلقك بالله أحب أن يشغب عليك يفرقع هنا وهنا يشوف هل تستجيبين حتى يتواصل معك ولا تستنكرين هذا الشيء أنت استنكرتيه وبكيت وتأسفتي إذن يجب عليك أن تلتزم أيضا ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام كثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم قراءة قل هو الله أحد قراءة أوائل سورة الحديد هو الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن طلب العلم الشرعي الانصراف عن هذه إذا جاءك الوارد والخاطر تنصرفين ولا تطمئنين ولا تتواصلين تسترسلين معه بهذا الحمد لله تكونين بعد فترة قصيرة وقريبة تخلصت وانعتقت من هذه الوساوس وإياكي الاسترسال استرسال حتى لو كنت في دورة المياه وأتاكي هذا الوارد تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعليكي بالأذكار أذكار دخول المرحاض أذكار النوم أذكار الأكل أذكار طلوع من البيت دخول البيت يعني هذه كلها مهم الذكر مطرد للشيطان ومجربة لملائكة الرحمن بارك الله فيك